بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي في التعليم المستمر حياكم الله في درس جديد من دروس مقرر لغتي تعالوا معي لنتعرف أهداف هذا الدرس عنوان الدرس مدخل الوحدة وهذا ثاني دروسنا في هذا الموضوع الهدف الأول من أهداف هذا الدرس قراءة النص قراءة معبرة ثانيا فهم الأفكار الواردة في النص ثالثا تحديد أبرز المعالم الوطنية وتصنيفها رابعا تعزيز الشعور بحب الوطن بإذن الله سنتعاوننا وأنتم على تحقيق هذه الأهداف بنهاية الدرس هذا هو غلاف الكتاب ويظهر عليه رقم الصفحة للدرس جميعنا نفتع على هذه الصفحة المطلوبة صفحة 40 وهذا غلاف الوحدة كما أخذناه كذلك في الدرس الماضي الوحدة بعنوان الوطن ولا أن وعطاء أراجع مكتسباتي بداية تحدثنا عن مجموعة من أداب الاستماع في الدرس الماضي قلنا من هذه الأداب الإنصات والنظر إلى المتحدث وإظهار ملامح الفهم وتجنب مقاطعة الشخص المتحدث والاستجابة للمتحدث والتفاعل معه هذا النص أخذناه في الدرس الماضي سنعيد استماع هذا النص مرة أخرى والمطلوب منكم كما طلبت منكم في الدرس الماضي أن نستمع بشكل جيد وأن نتابع الكلمات كما تظهر أمامكم هنا على الشاشة أو في الكتاب نبدأ الاستماع وطني به البيت الحرام وطيبة وبه رسول الحق خير منادي وطني به الشرع المطهر حاكم بالحق ينهي ثورة الأحقاد وطني عزيز فيه كل محبة تعالوا وتسموا فوق كل سوادي وطني يسير الخير في أرجائه ويعم رغم براثني الحسادي أشكر لكم جميعا حسن استماعكم الآن سنقوم بحل مجموعة من النشاطات المرتبطة بهذا النص الذي استمعنا إليه نبدأ أولا بعرض طريقة التدريس التي سنعتمدها في هذا الدرس هي الطريقة التي استخدمناها في الدرس الماضي نفس هذه الطريقة KWL بداية نبدأ بماذا نعرف عن هذا الموضوع سأذكر لكم مجموعة من الأمثلة وكما ذكرت لكم قد يكون هناك شيئا تعرفها غير المذكورة هنا بإمكانك أن تكتبها في هذا المكان من الأمثلة مثلا معنى كلمة وطن كذلك أعرف فضل وطني علي أن الموضوع هو نص قرائي ما سنتعرف عليه كذلك أخيرا أن المطلوب مني قراءة النص قراءة معبرة ماذا نريد أن نعرف من هذا الموضوع بعد أن أخذنا نظرة سريعة للنص القراءة الذي سوف نأخذه بعد قليل الفوائد التي يمكن الخروج بها بعد أن نقرأ هذا النص كذلك مكانة وطني بين بلدان العالم بعض من رموز وطني وأخيرا كيف أعبر عن دوري في خدمة وطني شفهية هذه مجموعة من الأشياء التي يمكن أن تكتبها في هذه الخانة وقلنا نترك الخانة الأخيرة ماذا تعلمنا بعد أن ننتهي من دراسة هذا الموضوع أقرأ ثم أجيب هذا نص سأقرأه أنا المطلوب منكم أن تستمعوا إلى هذا النص ثم بعد ذلك نجيب على مجموعة من الأسئلة حول هذا النص تابعوا معي الوطن هو البلاد التي تنتسب إليها وعليها تحسب والتي يمتد إليها أصلك ويقيم فيها معشرك وأهلك قد حملتك أرضه وأضلتك سماؤه وأحياك هواء في حجره ربيت وبخيره غديت وطنك موطن العزة والكرامة والأمن والإيمان شعاره لا إله إلا الله ودستوره القرآن اصطفاه الله ليضم بين جنباته قبلة المسلمين ومسجد رسولهم الأمين وطنك هو قلب العالم الإسلامي وقبلته تهفو إليه النفوس وتتوجه شطره الوجوه خمس مرات في اليوم والليلة فيه علماء أجلاء مخلصون رجاله الشجعان يحمون مقدساته ويسهرون على خدمة ضيوف الرحمن ويرفعون لواء الحق والعدل فالحمد لله الذي من علينا بأن نكون من أبناء هذا الوطن الآن بعد أن استمعتم إلى هذا النص سنجيب على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذا النص أولاً لماذا يسأل الناس بعضهم عن أوطانهم عندما يتقابلون لأول مرة هذا السؤال موجه إليكم من يملك إجابة لهذا السؤال جميل أحسنت بارك الله فيك إذن نقول لأن الوطن من أبرز الأمور التي ينتمي إليها كل شخص فلذلك تجده يذكر الوطن في التعريف بنفسه في البداية لأنه كذلك ما يميزه عن غيره سؤال آخر لماذا يحب الإنسان وطنه؟ هذا السؤال موجه لكل واحد منكم لماذا تحب وطنك؟ فكر في إجابة مختصرة ومناسبة لهذا السؤال الآن أريد أن أسمع إجابة منكم؟ عظيم بارك الله فيكم إذن يمكن أن نقول لأنه المكان الذي يعيش فيه هذا الإنسان وينعم بخيراته ننتقل إلى سؤال آخر ماذا يجب علينا نحو هذا الوطن؟ كذلك هذا السؤال موجه لكل واحد منكم ماذا يجب عليك تجاه وطنك؟ فكر في إجابة مناسبة لهذا السؤال ثم سأسمع منكم الآن أريد أن أسمع إجابة منكم؟ من يجيب؟ أحسنتي بارك الله فيك من الإجابات التي يمكن أن نذكرها إجابة عن هذا السؤال محبة الوطن وكذلك الحفاظ على ممتلكات هذا الوطن والدفاع عن هذا الوطن بكل ما نستطيع هذه بعض الأمور التي يجب علينا أن نقوم بها تجاه وطننا المملكة العربية السعودية ننتقل إلى نشاط آخر أتأمل ثم أجيب المطلوب منا أن نحدد الصور الخاصة بوطننا الحبيب بوضع علامة صح في الدائرة الموجودة في أسفل الصورة لجهة اليمين ثم بعد ذلك نكتب وصفاً مناسباً لكل صورة من هذه الصورة نبدأ بالصورة الأولى هذه الصورة هي لي أحسنتم إذن هي موجودة في المملكة العربية السعودية للمسجد الحرام إذن نضع علامة صح بداية ثم نذكر وصفاً مناسباً لهذه الصورة وهو جميل بارك الله فيكم قبلة المسلمين جميعاً الكعبة المشرفة في المسجد الحرام الصورة التي تليها أحسنتم هي ليست موجودة في المملكة فنضع وصفاً لها بأنها معلم حضاري فرعوني في دولة مصر الشقيقة الصورة التي تليها قصر المصمك هل هو موجود في وطننا المملكة؟ بارك الله فيكم إذن نضع علامة صح ونصف وصفاً مناسباً لهذا المعلم جميل نقول بأنه مهد الدولة السعودية المباركة الصورة التي تليه في الأسفل قصر شبرى بارك الله فيكم إذن هو موجود في مدينة الطائف نضع علامة صح ونصفه بأن نقول بارك الله فيكم من معالم مدينة الطائف الأثرية الصورة التي تليها من يجيب؟ جميل حسنتم ليس موجوداً في المملكة هو في الصين ويمكن أن نصف هذا الجسر بأنه من أعلى الجسور في العالم ثم الصورة التي تليها عظيم هذا من أعظم الأماكن المقدسة في المملكة كذلك وهو المسجد النبوي نضع علامة صح ونصفه وصفاً مناسباً بأن نقول هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ننتقل إلى مجموعة أخرى من الصور مداء صالح بارك الله فيكم إذن هي موجودة في المملكة في مدينة العلا نضع علامة صح بداية ثم نذكر وصفاً مناسباً ونقول بأنها موقع أثري في محافظة العلا حسنتم ننتقل إلى الصورة التي تليها هذه الصورة هل هي موجودة في المملكة؟ هذا المعلم موجود في المملكة أم لا؟ بارك الله فيكم غير موجود في المملكة في دولة فلسطين إذن نكتب وصفاً له بأنه مسجد قبة الصخرة في دولة فلسطين الصورة التي تليها الهيئة الملكية هل هي موجودة في المملكة؟ عظيم بارك الله فيكم إذن نضع علامة صح ونكتب وصفاً مناسباً لهذه الصورة مثلاً نقول جميل هذه الهيئة تعنى بتطوير مدينتي الجبيل وينبع الصورة التي تليها في الأسفل مطار الملك خالد وهو موجود في مدينة الرياض إذن نضع علامة صح ثم نصفه بأنه مطار دولي في مدينة الرياض الصورة التي تليها هذه المعالم هل هي موجودة في المملكة؟ أحسنتم موجودة في المملكة إذن نضع علامة صح ونذكر وصفاً لها بأنها مجموعة من جميل أحسنتم من الأبراج العالية الموجودة في عاصمة المملكة الرياض آخر صورة برج إيفل هو ليس موجوداً في المملكة إذن نكتب وصفاً فقط لهذا المعلم بأنه نقول بأنه برج حديدي يميز العاصمة باريس ننتقل إلى نشاط آخر في نفس هذا المكون نصنف الصور السابقة الخاصة ببلادي حسب الجدول التالي المجال ومسمى الصور هنا ثلاث مجالات مذكورة أمامكم المجال الأول مقدسات دينية ثم آثار تاريخية وآخيراً معالم حضرية الصور التي شاهدناها قبل قليل نريد أن نصنفها بحسب هذه المجالات الثلاث نبدأ أولاً أنا وأنتم بالمجال الأول مقدسات دينية من يذكر لنا المقدسات التي شاهدناها في الصور السابقة جميل حسنتم وكذلك بارك الله فيكم إذن أولاً المسجد الحرام والثاني هو المسجد النبوي ننتقل إلى المجال الثاني آثار تاريخية من يذكر لنا الآثار التاريخية التي شاهدناها في الصور قبل قليل حظيم أحسنتم بارك الله فيكم قصر المصمك وقصر شبرى وكذلك مداء صالح جميع هذه التي ذكرناها الآن هي آثار تاريخية تتميز بها المملكة العربية السعودية أخيراً معالم حضارية كذلك شاهدنا في الصور مجموعة من المعالم الحضارية الموجودة في المملكة فمن يذكر لنا هذه المعالم؟ بارك الله فيك أحسنت كذلك جميل أحسنتم بارك الله فيكم أولاً مطار الملك خالد والأبراج التي شاهدناها وكذلك الهيئة الملكية هذه هي المعالم الحضارية الموجودة في المملكة أو عفواً في الصور التي شاهدناها قبل قليل أقرأ ثم أعبر هنا مجموعة من الأقوال سنقرأ هذه الأقوال ثم سنحاول أن نستفيد من هذه الأقوال لهؤلاء الأشخاص العظماء في كتابة أمر مطلوب منكم بعد قليل نقرأ هذه العبارات بشكل سريع من أقوال المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله نبذل النفس والنفيس في سبيل راحة هذه البلاد وحمايتها من عبث العابثين ولنا الفخر العظيم في ذلك قول الآخر من أقوال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله هدف الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك القول الثالث هو من أقوال ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله أنا أعيش بين شعب جبار وعظيم يضعون هدفاً ويحققونه بكل سهولة لا أعتقد أنه يوجد تحديات أمام الشعب السعودي العظيم لدى الشعب السعودي همة مثل جبل طويق لن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض المطلوب مننا أن نعبر بعد أن قرأنا هذه الأقوال شفهياً بعد أن قرأنا هذه الأقوال لقادة الوطن أتحدث عن دوري في خدمة وطني فيما لا يتجاوز ثلاث دقائق هذا نشاط مطلوب منكم جميعاً سأعطيكم بعض الخطوات التي تسهل عليكم القيام بهذا النشاط أول هذه الخطوات أقرأ كلمات قادة الوطن السابقة بتماعون الثلاث كلمات التي ذكرناها قبل قليل نقرأها بتماعون خطوة التي تليها فكر في الأعمال التي يمكن أن تقوم بها لخدمة وطنك الخطوة التي تليها رتب أفكارك ثم دونها بتسلسل ثم بعد ذلك في الخطوة التي تليها فكر في مقدمة وخاتمة مناسبتين لحديثك وأخيراً تحدث أمام الحاضرين بطلاقة وثقة إذا كان هناك أحد يمكن أن تتحدث أمامه أو بإمكانك أن تتحدث أمام المرآة وتتخيل أن أمامك مجموعة من الحاضرين أعبر كتابياً عن ما خلصنا إليه بعد المناقشة في هذا النص عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك هل يمكن أن نعبر كتابياً عن هذه العبارة بشكل يصف هذه العبارة؟ جميل حسنتم يمكن أن نقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمكة لما خرج منها وفي ذلك توجيه لنا إلى محبة وطننا والحرص على ملازمته العبارة الثانية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد كيف يمكن أن نعبر عن هذه العبارة بأنها تشير إلى محبة الوطن؟ حسنتم يمكن أن نقول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا إشارة إلى حرصه على حب المكان الذي يسكنه وينتمي إليه العبارة الثالثة كان الخروج من الوطن في القديم يعني الانقطاع وكان بعض من يخرج من وطنه إلى بلاد غريبة يحمل معه صرة فيها شيء من تراب الوطن كيف يمكن أن نعبر من هذه العبارة عن حبنا أو عن حب الوطن؟ جميل بارك الله فيكم إذن هذا الفعل فيه إشارة أو دليل على حب القدماء لأوطانهم والمشقة التي كانوا يشعرون بها بسبب البعد عنه نصل إلى ختام هذا الدرس كما ذكرنا لكم في الطريقة التي أخذناها كتبنا في البداية ما نعرف عن الموضوع ثم كتبنا كذلك ما نريد أن نعرف عن الموضوع في الخطوة الأخيرة هنا نكتب هل وصلنا لما نريد أن نعرفه عن هذا الموضوع؟ إذا كنا وصلنا لما نريد نضع علامة صح كما يظهر أمامكم وإذا لم نكن وصلنا لما نريده نعود مرة أخرى إلى الموضوع ونحاول أن نصل إلى ما نريد تعلمه من خلال هذا الموضوع إذا وصلنا إلى أمور أو فوائد أخرى يمكن أن نضيفها في نهاية هذا الجدول بهذه الطريقة واحد واثنين وثلاث الواجب المطلوب منكم في الدرس هو كتابة أو استكمال حل النشاطات غير المحلولة من صفحتي 42 حتى صفحتي 44 وبهذا نصل إلى ختام هذا الدرس آمل أن تكونوا استفدتم مما قدمنا وإلى لقاء قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته